السلام عليكم حبيباتي صباح الخير عليكم وقبل ان نبدأ نرى الفيديو نصلوا كامل على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نبدأت معكم هذا الفيديو بإنبون نوفل هذا الفيديو سبيسيال كوليك بيبي يعني لبيبي يعني لبيبي يعانيه مساكن من هادوك الغازات لديه مصطر هادوك الغازات وراهي متوفرة في الفارماسي وربي يعين كل ام اللي راهي تربي وكي ما دايما تقول دادح اللي تربي يعني بها غير ربي وتاني حاجة راح نشاركها معاكم حبيباتي هي هادوك الغاب اللي جاتني من تركيا البنات موش نقولكم اشكال وانواع كاين عندهم سيت وصفحة كي تدخلو تتبحرو تال ما عندهم يعني موديل كلاسيك سبوغ تاليه دام تاليه كبار تاليه صغر المهم ودوك تشوفو هاد الاغاب يعني هادي قضية ادوك على كل حال الاغاب وش عجبني اني كي ما شفتها فلوسيت كي ما بعتوها لي ويبعتوها حتى للدار وتخلصو كي يجيكم لكولي للدار هادي ستونغوب جاية لكولور ديالها كي ما كو تشوفوها كالي اوبرجين لدوبلور ديالها جايب اون دوبلور حنينة هايلا جاية مانشو دايردو كي تلبسها بنتي تشوفوها كيفاش تجي انا حاولت هنا نحلها لكم يعني نوريلكم الموديل يعني الخياراتو ما فيه لكن وش نقولكم دايردو غاني نخليلكم في صندوق الوصف الصفحة والموقع وتشوفو يعني الله يبارك وش عندهم يعني المنتجي من تركيا مم ثمن هنا شوفو هذا الوفولة غديجة مع الغب مم ثمن صدقوني والله ثمن رائع شوفو هايليك الغب كيفاش تجي باسكو على بلكم ملبوسة يعني كي تكون ملبوسة هي اللي تبان يعني كما خيرناها كما القيناها وبالنسبة يعني الناس اللي تحب تزور الصفحة ولا الموقع تهبط بارك الصندوق الوصف ووالا واحنا يا تاني كاين مشتريات درتهم الوليدي بمناسبة الدخول مدرسي ان شاء الله يدخلوا الوليداتكم كام الوليداتنا بس حولها هنا وربي يحفظهم مشتريات بسيطة البنات درتها من بخانطان يعني كش نقولو حنا حويجات تعا كل يوم تعا كل يوم كما ديك لا شميز الولانية اللي جايا اكاغو البنات انا هدا وين يعني شريت زوش طابليات تعال بدول انا وليدي مايحبش يلبس طابليات لي بليمونش يعني لي بليدين لسك في دائما هدا هو نشيرو طابليات لي مدى بيكونو فيهم لي بوش يعني المكتوب تعارفو المشوار ويكونو كما راكو تشوفو المهم يكونو زوش طابليات اخسلو البس كما يقولو وبيسوق تقشات حاشا كم لي دائما يعني قد من شري نقول قليل على جل بدول الحمد لله جامعانيت مريحات عصبابط المهم ودوركا راح اشارك معاكم واحد البريوش وشو نقول لكم بنين يجي بالمغغارين ويجي بالغيجيم فخوماج غيجيم هدا كولابتي سويس كل واحد كاشا عيط له المهم شوفوا الوصفة فيها كاس حليب دافي زائد كاس ما دافي انا هاد الكوانتيتي في الفارينة ادتلي قريب كيلو فارينة لكن تقدر تقسموا يعني المقادير على النصف المهم درت معهم مغير فاق تا خميرة تا الخبز وربعة مغير فاق سكر شوفوا انا هاد البريوش ميجيش حلو بزاف يجي موز يعني يجي الحلوه دياله هادية لكن سكر نقدرون نروح حتى الثالث من مغارف انا درتها ربعة مغارف تع سكر كيما راكو تشوفوا كلش حطيتوه في البيتغان لكن لي ما عندهاش العجانة ولا العجان يعني سيتون باتلي ما تتعجنش نروونوها برك هذا مكان خلط كلش بالفوي كيما راكو تشوفوا ودرت زوج حبيبات ولاد الجاج مع بايات حبة وحد اخرى والصفر حتفط به باش يعني ندهن به لي بغيوش ديالي ليجا ووش نقولكم يعني كيما يحب خاطركم هنا جبت غربال ودرت الكاس الولاني تعل فارينا الكاس الثاني نحاولو اننا نغرب لهم الفارينا ديالنا والكاس الثالث هادو ثلاثة كيسان درتهم يعني على ضربة كيما راكو تشوفوا ووالا حاولت برك اننا نغرب لهم او بعد حطيتهم يدوروا بالكخوشي او بعدها زدت الكاس الرابع والكاس الخامس وزيت خلط شوية وزيت درت معهم هادو الحبه تعل غيجي مولا البتي سويس زيت خلطهم باك زيت هادو الكاس السادس والاخراني درت مغير فا صغيرة تعل الملح وزيت كمشات عزبيب ووالا زيت خلطهم مع زوج مغارف تعل مارغارين تكون بحرارة المطبخ هادو غوثات البنت مع زوج مغارف تعل فارينا يعني لو كان عمرت مليح ستة كيسان تحفظو بها لانها تحمر لكم تحفظو بها لانها تحمر لكم تحفظو بها لانها تحمر لكم خلطتها شوية وغطيتها خليتها تخمر هي خليتها أنا جبتها الليمون تعل فاندو طاقت مليح كيكون عندنا ديمون ليشغر استعملهم في استعمال واحد جبت هادوك الليمون لبنات و باكدرت يدي في شوية زيت زيت عادي زيت المائدة وبديت ندير دي بول هاكدة يعني نحاول انني على بركم لابات راهيت وليت تلاسق لكن كي ديروا الزيت في يديكم اضعوا بسهلاته وحطيتهم في هذا اليمون انا هنا اضعوا بسهلاته المهم ان اضعوا قسم يتعمروا بركلومون ونضعوا بسهلاته ويجوا صلاة النابي يعني يجوا بغيموا بزاف هيلين والشيء المهم انهم سهلين ويحمروا الوج ويجوا ببنان انا يلداخل درت لهم شوية تازبيب مع ربعة مغارفتا سكر ومن الفوق درت لهم دي بي بي دو شوكولا خليتهم يخمروا ودخلتهم في فرن مسخن اعلى 180 دراجه وشعلت لهم من الفوق وهاهي لك النتيجة معجتني عجوزتي والواساتي حطينا قهيوة بالبريوش وقصرنا وحكينا وضحكنا وربي دهم علينا هاده اللمه هاي هنا عجوزتي الواساتي حطينا قهيوة يعني المهم حاولت انني نصور لكم المائدة البسيطة جدا دينا لكن قهوة بحلي بريوش كي ما يحب خاطركم شوفوا هنا راني نحلكم اللي بتي بريوش ديالي ليجا الشكل ديالهم جميل ويعني وشو نقول لكم هاي لين لاشا ديالي البنات كان عبارة على احميس وكسرار اخسيس والحمد لله رب العالمين ودرتها حرة قباحة وجات بغيما بزف هاي لها وشو نقول لكم يعني بهذه اللقطات اللي ان شاء الله نلت الاعجاب ديالكم نقول لكم يا حبيبة قلبي شكرا على كل تعليق جميل خليته لي ويتوحشكم ان شاء الله الخير دايما نحب نقول لكم ونحب نسمعكم ونحب نسمعكم دعائي لكم يتوحشكم الخير والفرح ولهنا ان شاء الله هادي هي لسالات ديالنا ولسليطات ديالنا لي بيان سيردنا لها بزيت زيتون مع الكسراجة تبنينا على بركم هادي هي الوصلة كما دايما نقول لكم كين طيبوا حاجة من الفطور تقعد لنا نكملوها بشلادة احميس كسرة المهم يعني نسلك ورصنا هذا ما كان هادي هي حبيبة قلبي بالنسبة للمحتوى تالفيديو تالي وان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ودركا راح نخليكم لقطات من الحمام ديالي اللي يعني تقدروا تقولوا اخلاص 80 بالمئة يعني نخليكم مع هاد التصوير الجميل ونقلكم يعني الى غدا بإذن الله تهلا ويبرد في روحكم ودنتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة